فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزر الشريف رئيس مجلس حكماء المسلمين أعلن بنود البيان الختامي لمؤتمر الأزر العالمي للتجديد في الفكر الإسلامي والاستضافته القاهرة على مدار يومين بمشاركة ممثلين لستة واربعين دولة من العالم الإسلامي ورعاية من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية شدت شيخ الأزر خلال كلمته أنه يجب على المؤسسات دعم جهود الدول للتخلص من شرور الجماعات المتطرفة وقال إن التكفير فتنة أصابت المجتمعات قديما وحديثا وإن دعوة الجماعات المتطرفة للشباب لترك أوطانهم ليس لها أصل في الدين على مدار يومين عقد مؤتمر الأزر العالمي للتجديد في الفكر الإسلامي تحت رعاية رئاسة الجمهورية بحضور العلماء والوزراء من إحدى وأربعين دولة وخلال جلسة دور المؤسسات الدولية والدينية والأكاديمية في تجديد الفكر الإسلامي شهدت سجالا بين رئيس جامعة القاهرة وشيخ الأزهر في إطار الحديث عن تجديد وتطوير علوم الدين لما يواكب العصر الحديث أنا أسأل سيادتك هذا الكتاب الجميل لسه أنا لم أقرأه اللي هو حضرتك سيد الدكتور محمد عثمان الخشت نحو تأسيس عصر ديني جديد هل هذا الكلام الذي تقوله في هذا الكتاب تعتقد أنه مطلق ولا تشك فيه هرد على فضلتك بعد ما تخلص هرد على فضلتك بعد ما تخلص إن كنت تعتقد حضرتك أن هذا الكلام مطلق فقد سقط بذهبك وإن كنت تعتقد أنه مشكوك فيه فأرجو حين تتأكد أهدي إلي كتابك هذا الحوار القوي بيني وبين فضلية الشيخ الأزهر هي علامة إيجابية جدا على أن في حياة وعلى أن في إعادة للنظر وإعادة للتفكر وإعادة للتدبير أنا سعيد جدا بحوار الشيخ الأزهر وحتى لو هو اختلف معي وحتى لو هو لم يفهمني في بعض النقاط لكن طبعا أنا سعيد جدا بهذا الحوار فأنا شاف أن الحوار قائم على الأخذ وعلى الرد وأنا شاف أنه أجابي جدا بالعكس ومفهوم أن نزعلتش من بعضنا الحوار الذي يحصل دائما في مثل هذا الأمر سيستفيد منها الطائفتان يستفيد منه الفيلسوف الذي ربما يكون عنده نقص في المعرفة بالعلوم الشرعية ويستفيد منه الشرعي الذي يريد أن يعرف ما هي وجهة نظر الفيلسوف أيضا فالجميع سيستفيد من مثل هذا الحوار وفي الجلسة الختامية ألقى فضيلة الإمام الأكبر دكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر بيان العلماء الذين اتفقوا على أن التجديد من لوازم الشريعة الإسلامية وأن النصوص القطعية الدلالة لا مجال فيها للاكتهاد والتجديد النصوص القطعية في ثبوتها ودلالتها لا تجديد فيها بحال من الأحوال أما النصوص الظنية الدلالة فهي محل الاجتهاد تتغير الفتوى فيها بتغير الزمان والمكان وأعراف الناس ما فيش تخلي عن الدين زي ما قلنا في الندوة إنما فيه تصرف جديد فيه شيء جديد فيه طرح جديد فيه قرن جديد الدنيا تغيرت الناس وقفة في الأمر دلوقتي وراحين المريخ ومسألة مش هتقولهم مين جهود حثيثة تولي الاهتمام بتجديد الخطاب الديني لقطع الطريق على غير المتخصصين ومن يحرفون تفسير النصوص لاستباحة الإرهاب والتدمير